ثلاث ساعات ونصف استمر الاجتماع الأول الذي اتفق على استتباعه باجتماع آخر ظهر الخميس للاستماع إلى الأجوبة التي سيقدمها نواب الحاكم على أسئلة النواب في لجنة الإدارة والعدل لكن الاجتماع الأول خلص بحسب مصادر المشاركين إلى ثلاثة استنتاجات أساسية أولاً أن نواب الحاكم لم يعطوا أي إحاء على نياتهم لاستقالة وثانياً أن السياسات رياض سليم التي يعترضون عليها ستستمر على رغم كلامهم بعكس ذلك وثالث الاستنتاجات محاولة التغطية على ارتكابات سابقة وسياسة مالية ونقضية كان رياض سليم عربها لأكثر من ثلاثين سنة عبر تحميل حكومة حسان دياب تطير مليارات من الاحتياطي الإلزامي على دعم السلع الغذائية والدواء شرح نواب الحاكم على ما عبر باسمهم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري الأسباب التي حالت دون استقالتهم في مرحلة سابقة أشار منصوري إلى عدد من الكتب التي أرسلها نواب الحاكم إلى الحكومة عبر وزير المالية والتي لا تزال إلى اليوم من دون جواب كتب بدأوا بإرسالها قبل سنة ونصف أي بعد سنة ونصف تقريبا من تعيينهم في حزيران 2020 فندوا فيها اعتراضاتهم على أداء رياض سليم وقرارات كثيرة اتخذها وإجراءات خالف فيها قرارات المجلس المركزي هل هذا يعني أن نواب الحاكم اعترضوا على قرارات كثيرة ورفضوا التصويت لصالحها في المجلس المركزي لكن سليم خالف القرار؟ بالإجاب يأترد منصوري لماذا لم تستقيل في حينها وتفضح مارسات سليمي؟ قال منصوري لماذا نستقيل؟ فنحن موظفون ونتحمل مسؤولية هذه الوظيفة ولو استقلنا لما تمكننا من وقف أمور كثيرة كانت تحصل ولما بقي بعض الأموال التي لا تزال موجودة كحطياتي إلزامي في مصر في لبنان ما فهم من نواب الحاكم أنهم يعترضون على منصة صيرف بصيغتها الحالية وهم يقولون أنهم لن يستمروا بالسياسات التي اتبعها رياض سليمي بدءا من أول آب وهو ما يوحي بأن لا استقالة لا فردية ولا جماعية لكنهم في المقابل لا ينون ألغاء المنصة بشكل كامل فالقانون يسمح بمثل هذا الإجراء لكن الشرط أن تصبح منصة التبادل أكثر شفافية هذا الأمر يرتبط حكما بتدخل من مصر في لبنان وهو ما يفسر التشريع المطلوب من مجلس النواب للسماح لمنصور باستخدام أموال الاحتياطي الإلزامي أي بمعنى آخر تغطي التدخل مصر في لبنان بالسوق من الاحتياطي أي من أموال المدعين وهنا تقول مصادر المشاركين في الاجتماع أن نواب الحاكم يريدون إلباس مجلس النواب ما هو مرفوض بالكامل يريدونه أن يغطي استمرارهم بسياسات رياض سليمي نفسها لكن بتشريع نيابي مع الإشارة إلى أن النواب ينتظرون إجابات نواب الحاكم حول التشريع المطلوب من قبلهم في اجتماع الخميس علما أن عددا من النواب لمسوا نبرة تهديدية في كلام نواب الحاكم الذين لمحوا إلى احتمالات منهيار قياسي جديد لليرا في حال عدم تغطية إدارتهم الأخطر بحسب مصادر المشاركين كان في تصويب نواب الحاكم على حقبة حكومة حسان الدياب حيث تم التركيز على أن سياسة الدعم التي تبعت مع بداية الأزمة صرفت أكثر من 10 مليار دولار من أموال الاحتياطي الذي كان يبلغ ما يقارب 22 مليار مع اندلاع الأزمة المصادر النيابية المشاركة طرحت في هذا الإطار أكثر من علامة استفهام حول تغاضي نواب الحاكم عن الهندسات المالية على سبيل المثال كما عن السياسات التي جعلت اللبنانيين يعيشون في وهم تحقيق أرباح بالدولار من تثبيت سعر الصرف إلى الفوائد المرتفعة وغيرها من السياسات مش مبسوطين فيكن ولا شوي ربما يكون هذا الكلام الذي طالع به عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطل النواب الحاكم كافيا لاختصار مرحلة مقبلة يبدو أنها لن تقلب صفحة رياد سليمي إلا بالاسم